موسيقى أنا تنعرفه بأنه في هذه المرحلة دي الخريف و دي الفصل الشتاء فتكون دائماً للأطفال وخصصاً الرضع تتصابوا بضيق التنفس تسميهم البرونكيوليت وهذا ضيق التنفس فهو خطير عن الوليدات اللي عندهم أقل من 3 أشهر و تستدعي في بعض الحالات أنه يتم الاستشفاء ديالهم إما في العناية المركزة و إما في الإنعاش و لهذا أولاً تنطلبه من الولدين إنه إذا كان الأب مصاب فإبعد من ولده و إلا من بنته و إلا كانت الأم مصابة خاصة تكمل الرضاعة الطبيعية و الرضاعة الطبيعية عندها واحدة أهمية مهمة لكي تعطي المناعة للولدات فتدير الكمامة و تغسل إدها في كل وقت باش إلا كانت مريضة ما تعديش الولد ديالها ولا البنت ديالها و كذلك الناس اللي كينين في المحيط خصوصاً إلا تزادوا دراري في هاتلوقيتها أنهم الأبوين يديروا اللقاح ضد الأنفليونزا الزوكام و كذلك لكالجد والجدة تهم ما يديروا اللقاح و علاش باش مايمكنش هاد الولدات نعديهم و خاص ولا بده و خصوصاً إلا كان الولدات أنهم كانوا خداج فهذا تيكون عندهم المرض أكتر حدة أنهم يتعطلوش و يشوفو طبيب الأطفال المعالجي ديالهم باش يتمكن المتابعة ديالهم باش ما نوصلوش الحالات اللي خطيرة و إحنا خصوناً نعرفو بأنه هاد العام مثلاً اللي أخدينا على سبيل المثال فرنسا ففرنسا كانوا عنده حالات بزاف اللي وقعت الدغط على أقسام الأطفال عندهم على الفربوع الفرنسا و لهذا فهذا الوقت حتى الأقسام ديال الجراحة تيخصو دك الأسيرة لهذا الولدات لمصابين بضيقة التنفس و كين واحد العمل اللي درناه ندرناه واحد اللي جنة ديال يقضى في مبين أطباء الأطفال في البيضاويين ديال القطاع الخاص هذا اللي جنة اللي تي يشرف عليها الدكتور الحلو أحمد واللي تتخدم ليد في ليد مع وزارات الصحة مع المديرية ديال الأوبئة مع الإطار الصحي ديال هاد دكتور الرقيق هاد شي كل شي باش نعرفو اش كين و باش تكون واحد و كين هاد اللي جنة ديال اللي يقضى اللي ديره وزارة الصحة و كذلك تلي تتخدم مع هاد اللي جنة ديال اللي يقضى ديال أطباء القطاع الخاص باش تنشوفو واش الحالات كترو ولا بدو تنقصو اشتركوا في القناة